معانا الاستاذة وهودة من القاهرة. سلام عليكم ازاي كحل ازاي حضرتك? وعليكم السلام ونحن اطلعوا بركاته. بقول لها حليك انا عمل تلت اسئلة كده. تفضل. اولا اه انا عاوز اعمل بعمل صدقة لوالدي والزوجي. اه. بمسلا بطلق علي قرصه كده. ده يوصل لسوايب ولا ما يوصلش. وايه الصدقة اللي ممكن اعملها لهم لاثنين توصل لهم كويس. ده اول سؤال. تاني سؤال. تاني سؤال. انا نفس اطوض اه جزء هيكمل سنة الشهر. ده فقط بتولي حرام. لان انا نفسي تتعبنا. باسود نفسي نفسي تتعبنا بيز. بتولي حرام وكده. هاي باسود حرام. طيب اكمل اه اه. ده الحاجة تانية. الحاجة التالية. الحاجة التالتة بقى. انا نفسي نفسها الحقيقة زعيني. قلبي وجهني او على زوجي اصبر بكمل سنة بس ألوه وجهني أولا إن شاء الله ما تذكره أنا هو وجهني جدا ربنا سبحانه وتعالى أنا أخذت إلينا أنا ما عندش أولاد كمان فعايش الواحدة فهدعي ربنا يسطرني بس مش أكثر أنا عديلك وأقولك تعملي إيه كمان إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل انتقال هذا العزيز عليك إن شاء الله رفعة في درجاتك وإن شاء الله يشرح صدرك وإن شاء الله يريح بالك ويجعلك إن شاء الله يصل إليك عاجل البشرة بأنه في مستقر رحمتي وإن شاء الله يجعل حياتك المقبلة وصل بالله سبحانه وتعالى ومدد وبركة ونور ويفتح عليك أبواب الخير كلها لكي تكوني في خير حال إن شاء الله طيب بالنسبة للسؤال التالت ده أنا دعيت لحضرتك وأنا شايف إن حضرتك كمان محتاجة تغيري من حياتك الحاجات بقى اللي كانت مركونة زمان طلعي الأحلام وطلعي الرسالة بتاعتك بتاعت زمان وطلعي الأشياء اللي أنت كنت تركتيها عشان كنت منشغلة بزوجك وخاصة لو كان زوجك مرض في آخر أيام وانت انشغلت به طلعي الأشياء دي وبتدي حياتك مرة تانية وانشغلي به هذا الأمر وغير بالنمك حياتك وبتقي أشياء كتيرة أنت كنت محتاجاها من تلاوة قرآن ومن حفظ ومن دراسة ومن بحث يلا توكري على الله وربنا إن شاء الله هيجعل ده كله نور وبركة وتطيب خاطرك إن شاء الله بالنسبة للأمر التاني أنت لا أنت ليس فرضا عليك أن تظلي بعد الأربعة شهر وعشرة إن أنت تحتد ومش يلازم اللي احتداد بالمناسبة نلبس فيه إسود اللي خالص فأنت ليه لابسة إسود إذا كان الإسود ده تمأثر على مأثر على نفسيتك ده أنت كده ممكن يكون حرام عليك إن أنت تلبسيه إذا كان بيأثر على نفسيتك لأن أنت كده بتأذي نفسك وبتلقي بنفسك في التهلك يبقى خلاص يبقى أنت لازم تغيري دوات وتغيريه عشان كمان عشان أنت مأمورة شرعا إن أنت تحفظ على نفسيتك الأمر الأولاني اللي أنت كنت سألت عنه هي مسألة إن أنت الأشياء اللي أنت بتوزعيها اللي يوصل ثوبها إن شاء الله يوصل ثوبها عشان تتأكد إنها يوصل ثوبها كمان بعد ما توزعها الحيات دي قولي اللهم هب مثل ثواب صدقاتي لشريك حياتي وحبيبي أو لشريك حياتي ووالدي وإن شاء الله يصل إليه نعم معنا مين معنا الأستاذة فاطمة تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيز سامعك يا أستاذة فاطمة بس أتمنى عليك إن أنت توضي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت ماشي أنا طبعا ليا شهرين زعلانا بيت بابايا هو إيه الحكاية؟ الحكاية إن ابني سيلفي جاءت تبلى علي إلا أنا بتكلم على عمامه وعلى سيده وعلى عماته طيب وطبعا راح لما جي تواجه بالكلام ده بقوله أنا بتكلم بقول إيه والكلام من ده راح أتطور علي وكان عايز يضربني وتف علي وعلى أهلي وعلى أهلي وسب سب فيه وكده نعم فطبعا راح جاي جوزي طبعا مشاني نزاني يعني وداني عند أهلي وكده فالحد دلوقتي ولا فيه أي سؤال ولا أي عتبار ولا أي حد وجاني بهذا الكلام فأنا مش عارف أعمل إيه وكل معاجي أتأسف له يعني أرن على جوزي وأتأسف له مرة واثنين وثلاثة وأربعة مش قابل للتأسف ويتقبل منهم الكلام متوجه ليش أنا اللي أنا شايفني اللي أنا قلته ولا ما قلتش الكلام ده طيب أنا أنا هقولك تعملي إيه هو طبعا طبعا إحنا لازم لازم نراعي إن إحنا دايما بنسمع من طرف واحد فبنوجه الكلام بناء على هذا الكلام بص يا ستي أنت لازم يتدخل وسيط بفكرة وجود الوسيط دوت شيء مهم جدا جدا في حاتنا حد يكون حكيم حد يكون صاحب عقل وبصيرة يكلم الشخص ده فالوقت دوت إحنا محتاجين وسيط وهو دوت اللي إن السير في إصلاح ذات البين يقرب العبد من الجنة فانتقي حد حكيم يتكلم معاه وأنا بقول له هو لو سمحت بعد إذن حضرتك اتق الله سبحانه وتعالى في زوجتك أنت جماعة الخير في ناس كده بيعملوا حاجات كده تناقضات عجيبة الشكل يقول أهل وناسي اللي إحنا عندنا نساب وعيلة ولا مراتي اللي هي غريبة علينا حبيبي ما بقتش غريبة عليك خلاص بقت زوجتك بش بقت زوجتك وبس عندما ينصرف الكلام عن عن الأهل في الأدلة الشرعية فبينصرف أول ما ينصرف على زوجتك وأولادك فانت بتعمل إيه فانت حتى لو أهلك لو والدتك أو والدك ألولك أترد مراتك من البيت ما تسمعش كلامهم ما تسمعش كلامهم وهذا ليس من بر الولدين فاتق الله سبحانه وتعالى في نفسك بر الولدين فيما يخصهم لا فيما يخصك فيما يخصهم هم أو حياتهم أن أنت تريحهم وأن أنت تسعدهم وأن أنت تخليهم مبسوطين هم نفسهم بس أكيد مش من بر الولدين أبدا أن أنت تغضب مراتك شهرين وما تسمع لهاش كلام وتظن أن أنت كده بتعمل حاجة عشان تحافظ على الأسرة على فكرة الكلام ده حتى لو إحنا بنعيشه فأعرفنا هذا عرف فاسد أن الواحد يعمل أنه أحد يعمل مقابرة ولا تناقض ما بين أهله وزوجته وأولاده هذا كلام فاسد هذا كلام لا يصح ولا يجوز وأنا بكلم الأهل ما تشجعوش أولادكم على ده وده من المفاهيم اللي احنا عايزين نصححها ما بين الناس مش عشان أهلي أرمي مراتي لا أرمي مراتي مين ده هي ديت هي ديت أول شيء هتسأل عنه يوم القيام هتسأل عن أهل بيتك ومن أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول فاتقوا الله سبحانه وتعالى في زوجاتكم بلاشة هذه الأشياء اللي يجب أن احنا نتغير فيها بقى ويجب أن الأهل يبطلوا الكلام اللي في الحقيقة لا علاقة له بمحاسن الشريعة ولا علاقة له بالدين الحنيف أن نؤجج صراعات ما بين الزوجة الزوجة الغريبة علينا ولأهل اللي هم عمود النسب لا ده كلام كلام ما مفيش أصلا علاقة في الشريعة به فعشان نتقل الله سبحانه وتعالى ونلتزم محاسن الشريعة ولو سمح تتقل الله سبحانه وتعالى ورجع مراتك واتتقل الله سبحانه وتعالى في زوجتك نعم أستاذ محمد من المنفية فاطنر السلام عليكم يا مولاني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا بتوجه لسيابتك وكل القائمين في المنصومة الجميلة الأزهر بالشكر ووزارة الأوئاب أستعزل جنابك هو تعليق بسيط بخصوص الموضوع اللي حضرتك تتكلم فيه ثانية لو سمحت مسامح حضرتك ثانية واحدة اتفضل يا أستاذ محمد حضرتك حضرتك احنا بتوجه بالشكر للأزهر ولمزارة الأوئاب وكل علماء الأزهر حضرتك بخصوص الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ده بقى موضوع شائف في كل القرى وفي كل المحافظات في كل الدين فأنا هستعزل حضرتك هو وليه بديت تعليق بسيط يا ريت ينول رعاية سيادتك يعني دي ده حضرتك تبقى خطبة جمعة متواصلة أكتر من شهر أو شهرين لإني ده حضرتك احنا بنتكلم في أساس الأسرة والبيوت والشباب والبنات مش فاهمين يعني ايه زواج وأسرة ورعاية والناس بتعمل مقارنة بين الأهل وبين الزوجة وبتتهد البيوت وفي السنة الأولى بيحصل خراب كتير فهستعزل حضرتك في دول كتير بتأمل الخطبة من ورعة كاملة من وضع عليها ودارك الأوقات فالموضوع لحضرتك لو أديته رعاية وبقت الخطبة عنواني وسبعين في المية مطبوع من الأوقات اللي الإمامي قرارك فأنت حضرتك كده تعدك كتير قوي إنك ما تقردش القاعدة دي وانت فيه ما تفيد بحاجات الشريعة لأننا نستجيب إن حضرتك ببايع في وقت كتير طيب شكرا يا أستاذ محمد أن شكل الحضرتك لهذا المقترح وهو في الحقيقة شيء مهم جدا وخلينا أقول لحضرتك حاجة مهمة جمان إحنا من 2014 وإحنا في دار الإفتاة المصرية بنشتغل على برامج للمقبينة على الزواج وكمان فتحنا كمان الكلام عن مسألة إرشاد الزواج وفي مؤسسات كتير في الدولة بتعمل برامج للمقبينة على الزواج فأنا دعوتي لكتير من المؤسسات إن هم يشتغلوا على فكر التأهيل المقبينة على الزواج مش بس التأهيل المقبينة على الزواج أنا شايف إنه لازم يبقى دي ثقافة عامة أنا كمان بقول إنه لازم إن الشعب كله يبقى عنده الوعي بمسألة مفهوم الزواج هل مفهوم الزواج تأثر؟ الجواب نعم هل مفهوم الأسرة تأثر؟ الجواب نعم وهل نحن نحتاج إلى ترميم مفهوم الأسرة؟ نعم وعشان كده أحسنت الإدارة المصرية لما خلت جزء من استراتيجية الدولة هو تنمية الأسرة نحن نحتاج إلى تنمية الأسرة نعم وأهم الأشياء اللي إحنا محتاجين ننميها هو ما يسمى بقيم الأسرة أهم الأشياء اللي إحنا محتاجين ننميها محتاجين ننمي أن الأدوار الخاصة بكل حد في الأسرة هي أدوار كرامة مش أدوار صراع وصدام ما ينفعش اللي إحنا بنسمعه ده أن فلان ملزم ولا فلان مش ملزم إحنا ملزمين بالقيم ملزمين بالرحمة ملزمين بالمودة ملزمين بالخير ملزمين بالعبادة ملزمين بالجمال لكن هذا القبح اللي إحنا شايفينه كفايانة قبح وخلونا نقبل على الله سبحانه وتعالى وتبقى الأسرة قبلة ومحراب صلاة نصلي فيه مش حلبة صراع نتخانق فيها ونتصادم فيها رب أولادكم على أن الأسرة مكان للسكون مكان للفرح مكان للسعادة مكان للسعة مكان لتقبل الوجهات النظر مجل التنوع مجل المحبة مجل التغاضي رب أولادكم على أن الأسرة أوسع بكتير من أن أنت تطلب منها ربح أنت بتطلب منها قرب من الله وبتطلب فرح إذا ما فهمناش أن الأسرة كده إحنا عندنا أزمة كبيرة جدا 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 في فهمنا الأسرة أنا الأوان إن إحنا نفهم إن الأسرة مش شركة بمعنى البزنس الأسرة مولود جديد محتاجين كل واحد فينا يبزل عشان المولود ده يطلع فيه أحسن صحة وأحسن عافية وكمان دي تفتح بيه أبواب السعادة والهنة كل ما هننفق وكل ما هنرعى الأسرة كل ما دوة هيكون فيه مصلحتنا كلنا كل ما هنتعافى كل ما هنسعد الأسرة ما تستحقش مننا إن إحنا بنعمله ده الأسرة تستحق مننا إن إحنا نصبر ونرضى ونحاول ونتغير ونتضرب وننضج وكمان نمارس ونبني حياتنا مع بعض ومستقبلنا مع بعض محتاجين نتكلم مع بعض كتير محتاجين نتغاض كتير محتاجين نشوف أحسن ما فيش ليك في حياتنا ونخرجه إحنا محتاجين إن الأسرة تصبح قيمة وتصبح قيمة لا نتجاوز فيها يا رب الهمنا ووفقنا إن إحنا نحافظ على أسرنا لإن حفظنا على أسرنا وحفظنا على كياننا وحفظنا كمان على قيمنا وعلى قربنا من الله سبحانه وتعالى يا رب الهمنا المدد وجعلنا من أهل ساعة الصدور ومن أهل الرشد ومن أهل الإحسان يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بمددك وأمد بيوتنا برحمتك وجودك ومودتك يا رب العالمين يا رب العالمين